مرحلة جديدة من التعقيد ومشهد آخر مفتوح أمام صراعات بينية لا ملامح لتوقفها وتراجع لخيارات السلم وغياب للفعل السياسي هكذا تبدو الصورة بعد تطورات الأحداث في محافظات الجنوب فعلى عكس ما جاء التحالف من أجله وهو استعادة الشرعية التي انقلب عليها الحوشيون في العام 2014 يقول مراقبون إن الشرعية بقيت على حالها من الضعف واستلاب القرار بعد أن أسهم التحالف في إضعافها في المناطق المحررة المبعوث الأممي وفي جديد تحركاته غادر صنعاء بعد زيارة يلتقى خلالها بزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وعدد من قيادات الجماعة وكان قد قدم في وقت سابق اقتراحا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة متوقعا ردا نهائيا من ميليشيا الحوثي وطرف الحكومة الشرعية بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي ظلت محل انتقادات كثيرة خاصة بعد تركيزه على جوانب تتعلق بالشكل السطحي للصراع وإهماله أجزاء كثيرة متعلقة بجذور الحرب وأبعادها كما يقول متابعون المبعوث الأممي وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي أدان سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مؤسسات الدولة في عدن وعبر عن قلقه الشديد من التصعيد العسكري في الجنوب كما أكد في وقت سابق أنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي جنوب اليمن محاولات عديدة إذن لإعادة مسار العملية السياسية الذي ظل مغيبا خلال الفترة السابقة وهي تحركات لا تبدو واضحة النتائج خاصة بعد تغير معادلة الحرب وخارطة التموضع والتحالفات السياسية في البلاد